قادل بيزبطوا الموعدة بيزبطوا الموعدة كلمها في التليفون يعني هم بيعملوا لينك يعني لينك اه الموقع ده مسئولته بيعمل اللينك بين الباحث عن العروسة وبين الباحث عن العريس انا هقولك ان ده بيتم استغلاله وبكثرة في ايه في عمليات سرقة ونصب واحتيال في عمليات تجارة الاعزاء زي ما حالك عارفها هقولك على مسالين ودول live cases عشناهم اول مسال من فتاة اتعرفت على شخص من خلال التليفون وحبها وحبته الكلام الفاضي ده وتفتح الكاميرا انت امور انت حلوة وانت جميل قال لها طب انا هاجي اقابل بابا وماما كويس اوي وما تعرفوش ولا نعرف اسرته ولا حاجة سنة اسرته قاعدة في ايطاليا حاجات من ده نزل الشاب قابلهم في البيت وراح قاعد معهم انا فلانت بالاسرة فين لا الاسرة سليها قاعدة مهاجرة وكلام باقي برضو ولا مليش حد وكده مليش حد مقطوع من شجرة في الزبط راح سافر بعد ما قابلهم وقال لها يا اكس انا من ناس يعني اي اسم كده انا معلاش اتعرضت لحد السركة في ايطاليا سطو كده سرق الدهب بتاعي تمام وانا بشتغل في الدهب سرق الدهب بتاعي فانا استنيني اسبوع كده وحنزل قاعد اسبوع ما يتكلمش وعارف بيعمل ايه بقى اه طبع ايه ما اتكلمتش ليه اه يعني ما اتكلمتش ليه وبتاع ابتدى اتكلمها تاني المشكلة عندي ان انا لازم اجمع شوية دهب وصورهم عشان اخد تصريح ودي مشكلة بلمهم هو رمالها الطعم بلم انا هصورهم بس وانا نازل اسبوع جاي اشوف اهلي يعني ومن الناس اصحابي فلم يلي شوية دهب اصورهم انا بقولي ساتك دي انسانة جامعية فقالت له طب يا محمد مثلا انا هلم اجيب لك الدهب بتاعي قال لا 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 بصي لو انت عملت كده بابا وماما هيقولوا عليها حرامي وبتاع وبينصب عليك لا ما اسحش لو سمحت اه سابها شوية قالت له طب قال لها لسه ما وصلتش للموضوع فالمهم لما اتأخر عليه شوية قال لها بصي طب لو انت مصرة بقى يعني يوم جمعة انتوا مش خارجين ولا اخواتك خارجين عشان مش هلبسوا الدهب اه هاتيهم في شنطة كده وانا هاخدهم اصورهم وتنزل ترجعهم على طول نتقابل في الكافي قلت له خلاص يعني نزل لها مصر يعني نزل مصر هو اساسا مش مسافر ما انا هقولك اه هي تعرفت عليه هو يعني انا الاول قلتلك في ايطاليا انا هقولك التحريات هو اساسا مش مسافر مش متغفر هي تعرف البنت دي هل هو في ايطاليا ولا ده هو ده انا هقولك تلعي اكتر من كده لن ملغلى الراجع انا هقولك تلعي اكتر من كده المهم خدت الدهب وراحت ولقت مع زميل قاعدوا في الكافي في كاميرا بقى بيصور قاعد في الكافي قال لي هصور الدهب أما قال لها بشوف النصاب زكي جدا جدا قال لها طب بص يا كلانا أنا هنزل الوطر هيتفرج علينا وإحنا بنصور الدهب هقول دول حرامية خدوا يا أحمد أنت اللي جان بيانزل صوره في العربية واطلع هاته على طول وهي عاد قالت له صح طيب صح أحسن وأنا قاعد معها قاعد معها هيروح فين نزل يصور في العربية مرجعش لا ده هو زميله وهو قاعد معها هي قاعدة كده وتليفونها كده هو قاعد كده نزل يصور اتأخر قاعدته اتأخر قاوي قال لها اتأخر ازاي ابني ايه ده طيب خد تليفونها أنا هتتصل بي اتصل بي أيها أحمد انت فيني يا أحمد وقاموا إيه بقى بيتكلم يا حبيبي يلا يلا وقعد يفضل يمشي قاعد ما وصل للباب ونزل وهي البنت أحبيبتي قاعدة تغني زلموه ودفعت حساب الكافية ودفعت حساب الكافية وخدوا تليفونها وخدوا دهبها الحلوة دفعت حساب الكافية وخدوا تليفون وخدوا تليفون المهم الحمد لله ربنا وفقنا لما جات بلغت ودي أهم حاجة نقول لكل من يتعرض لجريمة معلوماتي أو نصب أو احتلال يقوم بالإبلاغ فعلا لما بلغت قدرنا نحدد ونعمل تريسنج وصلنا للآي بي بتاع الراجل دوت وصلنا لضبطه فعلا وتبين إنه صاحب سايبر كافية تحت الشقة عندها تحت البيت بتاعه يا نهارا بيت إنه هو عارفها ورازم رازمها من الأول وعارف إنها بتلبس دهب وعارف عارف الكصة دي دي نقطة أدي عملية ناصب واحتيال النقطة التانية بقى عملية بيع الأعضاء اتعرف بها برضو حضرتك وقال لها أنا بتجاوز عاوز أتجاوز وفلانا وصورتك حلوة وإنت حلو طب هبعتلك إيه فلوس لو سمحت بسس لعندنا ما بيتدخليهش فيروس سي وكلام مين ده اللي لازم عشان تشتغلي بعت لها ألف دولار ألف دولار دي عشان خطر تعمل التحليل المطلوبة ده عريس يعني ماشاء الله يعني عشان أنا مضمنش عريس مقرش يعني بعت لها ألف دولار حضرتك طب خدت ألف دولار وعملت التحليل المطلوبة التحليل المطلوبة دي بتاعة التأكد من سلامة الأعضاء اللي حيتم سرقتها منها وهي فهمة أن التحليل دي عشان الفيزا عشان الفيزا لا يعني مش عشان الفيزا صحيا 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 خدت البنت وراحت عمل التحليل ومبسوطة ألف دولار بقى وعمل التحليل بـ 500 جنوة 600 جنوة تمام وبعتت له وقال لها طب أنا بس مش عارف إيه أنا منتجوز وبتاع وتجيلي هنا وبعدين نزل وكتب كتابه وخده وراح بيها برا دي أصلا عارفة عن طريق الفيسبوك عن طريق الفيسبوك يا أخوانا بنقول عن طريق الفيسبوك يعني ناس فيرشوال مش حقيليين مش حقيليين وعمري إنسان ما بيقارض حقيقته على الفيسبوك طب بعد ما سافرت يا فندا بعد ما سافرت اختفت سنة واتنين أمها بتدور عليها ما راجعتش بعد كده تتباني إنها توفت تمام توفت تماما لأنه كانوا بيسلوا الأعضاء بتاعتها فأنا بنحذر أي حد يتعرف مواقع يتعرف بقى لسه من يومين من حوالي أسبوع كده والطفل وتعت في أحدى قناة الفيضية طفل صغير عمل برضو شات على الفيسبوك وابتدوا يتكلموه وإنت كسبت جائزة معينة يمكن لكل سادة المشاهدين شافوها كسبت جائزة معينة وبتاع وبعدين هتنزل هتقابلنا عشان نديك الجائزة بتاعتها راح يا ماما أنا في اللعبة دي هيدوني جائزة يا حبيب طب تنزل الماما الحلوة بقى الجميلة فرحان ابنها محزوز ابنها محزوز بشتغل عن نت آه ما شاء الله خدته ونزل وراحوا عشان يقابله الرجل اللي هو هيسنزلهم من الجائزة هو وماما شوف يبقى هو وماما وإيش ألق ولكن مع بعض رجل بيكلم ماما ابنك خد جائزة وكل حاجة وواحد نزل من العربية من ورا خطف الواد وبيجري الواد صوت تيك أبيتها طبعا يعني الماما ترعت جدعي رعت بالصوت وتيك تيك مسكت الواد التانين جريوا تمام فاحنا بنقول ما تتعرفش على أي حد دمي بالنسبة لك من شبكة الانترنت أو السوشال ميديا دي اطلاقا أنا برضو عايزة قطيف سيادة اللواء محمود الرشيدي بيعرض قصص حقيقية هو كان متواجد في حدوثها وهو اللي تم التحقيق فيها والوصول لها عن طريقه علشان حضراتكم ما تفتكروش ان دي حكاوي فيسبوكية يعني لأ دي حكاوي موجودة في كتاب ايوه ارقام اضايا حضرتك اللي بقول لها حضرك يعني اللي بأرقام اضايا النصاب يا جماعة يا دكتورة عفوا بيعتمد على يا زي ما قلت قبل كده حضرتك ايوه بيعتمد على حكتين يأما الاساليب التكنولوجي ان هو فائق القدرة التكنولوجية وبيخترق الأكاونت بتاعي او بتاع حريك وياخد الصور وياخد ما اه انا بشكر حضرتك انا رجعت انا شخصيا من الحلقة اللي فاتت رجعت اسامي اصدقائي تمام وشفت كل حد موجود اسمه مرتين مرتين لا لا فيش مرتين لقيت ان اللي موجود اسمه مرتين مش موجود اصدقاء مشتركين بزرق واللي موجود الاساسي اكيد منهم فعملت لهم كلهم فلتريشن تاني اه بزرق لان دا احنا سيدة اللواء الحلقة اللي فاتت لما يجيلك من صديق كان صديقك اصلا احنا عادة بنروح قابلينه ونقول اكيد لاي سبب عمل انفرند لاي سبب الاكاونت حصل فيه حاجة قالينا الحقيقة مش كده هو بيخش بياخد البروفايل بيكتشر بتاعته وده شخص انت ما تعرفوش هو بيخترق الاكاونت بتاعك بالزبط فانا بشكر حضرتك لان دي نقطة دا احنا بنقولها التواعي بص لحليك ايه يعني انا بيعجبني في البننامج هنا حليك ان انتو بتركزوا على التواعيه التواعيه مهمة بلاس الدراما الدراما بتثبت في عقل المشاهد قبل الكلام انا معلش انا بنادي الاعلام مهم جدا الاعلام مهم جدا الاعلام دوت هو غول اعلامي والنهارده انتقل من القنوات الفضائية انتقل للفيسبوك والانترنت ابتدى الشباب يعني النهارده لما نجي نتكلم نقول عزوف شباب عن عمليات سياسية عن المشاركة عن الكلام ده لا نلوم الا انفسنا النهارده الشباب احنا عايشين في مجتمع افتراضي بمعنى ايه او اصلا افتراضية بمعنى زي ما قلت لحديك قبل كده ان الاصلا الاب مشغول بالموبايل والام كذلك مفيش الدفء العالي مفيش وكذلك المجتمع وبقولك بامانة هناك قصور شورتش من جانب الدولة في امور التوعية القوانين موجودة زي ما قلنا قبل كده حديك وتفضلت بالنسبة لبيع الاعضاء القوانين موجودة يعني تجارة المخدرات عقابتها الاعدام وفيه وما زالوا فيه ناس بيتجروا تمام كده انما احنا بنقول الكالتور الثقافة بتاعتنا هتاخد وقت انما زي ما كنت اضافته قبل كده أن احنا حطينا رجلنا على الطريق الصحية يعني النهاردة الشباب النهاردة اللي هو اللي احنا بنشتكي بنقول عازف يا أخوان انا بنابه الجميع السادة المسؤول النهاردة الشباب ده عشان اعرف اكلمه صح لازم اكنابوا عبر السوشيال ميديا لازم اكلموا بلغتهم بلغتهم عبر السوشيال ميديا انا تأثيري ايه عليهم لا 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 ما ينفعش ان انا حطوا له وقوانينه وخلاص التوعية مهمة جدا لازم أخطبه بلغته يعني أنا أتحداك أستاذ لو عملت انتخابات والتصويت فيها الكتروني كل مصر الستين مليون اللهم حق انتخاب أنا قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة دي أنا عادت أسأل في القصة دي بس أنا المعلومات اللي وصلت لي إن العالم كله ما بيعملش تصويت الكتروني ليه رسالة أمي شوية أنا أسألت أنا كنت أسأل في القصة دي فعلا عن فكرة أنا كنت أدرسها لأن الطلبة عندي في الجامعة هم كمان قالوا لي كده ما هو أنتم صعبينها طب ما إحنا ممكن نقعد على على الإلكترونيك وي يعني فلما جيت سألت لقيت حضرتك إن العالم كله مش بستخدم ده لا أعمل إي مش مصعبينها ما هو الأسف اللي قولك الفيرش والكوميونيتي دي خلاهم يستصعبوا كل حاجة خلاهم يستصعبوا كل حاجة النهاردة إحنا عايشين بالريموت النهاردة إنت لما أقول لك قومي إنقلي القناة أو هاته قناة تانية لسه حقوه منق القناة أنا بالريموت بنق القناة وبخشها عديش وبخشها على قنوات العالم كلها وأنا قاعد تمام كده فحتقول لي روح لبنة أتفضل معنا عزم المنصورة أهلا يا عزم ترجمة نانسي قنقر